الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن ولاه وبعد هذه مناقشة حول قضية من القضايا الكبيرة بل هي من عظائم المسائل الفكرية الشرعية حتى قال فيها العلامة ابن القيم أنها أكبر من الدنيا وما فيها وهي مسألة خاض فيها أكابر العلماء بل لم يتصدى للحديث عنها والكلام فيها إلا أكابر أهل العلم فبعضهم أفرد فيها الرسائل والكتب المفردة بعضهم ناقشها ونقض عليها أو نقدها أو أيدها على قلة وهي من المسائل التي شوها بها ابن تيمية كثيرا فهي من أكبر المسائل الخلافية بين ابن تيمية وبين خصومه وهي من أكبر المسائل التي كفر بها ابن تيمية فابن تيمية أكثر الذين خالفوه من خصومه وكفروا كان ذلك بسببين الساب الأول هذه المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها والسبب الثاني مذهب ابن تيمية أو مذهب ابن تيمية العقدي في مسألة الصفات هذه المسألة التي نحن بصدد الحديث عنها تتعلق ببقاء النار أو بفنائها بقاء النار أو فنائها وهذه المسألة في رأيي أنها عندما تبحث لأنها مسألة كما قلت كبيرة جدا وطويلة وبحثها يحتاج إلى عمق فهي تدرس وتبحث على أربعة مراحل المرحلة الأولى مرحلة ما قبل ابن تيمية مرحلة ما قبل ابن تيمية والمرحلة الثانية مرحلة ابن تيمية ومذهبه في هذه المسألة وتشييد ابن تيمية لمباني هذه المسألة مع النظر في رسالته الخاصة التي أفردها في هذه المسألة وأيضا مراحل ابن تيمية حول هذه المسألة لأنه اختلف مذهبه فيها بحسب المراحل العمرية ومعارفه المتزايدة ثم المرحلة الثالثة عند تلميذه ابن القيم الذي رفع بناء ما قاعده ابن تيمية وهو الذي مهد وقاعد لهذه المسألة وأطال فيها أكثر من غيره فهو أكثر من أطال في هذه المسألة وتصدى لها في علماء المسلمين قاطبة ثم نأتي للمرحلة الرابعة ردود الأفعال التي توالت بعد ذلك بعد مرحلة ابن تيمية ومرحلة ابن القيم الصدى الذي حدث عند العلماء سواء في الفكر الفلسفي أو سواء في الفكر الشرعي بعد ذلك بعد ابن تيمية بعد مرحلة ابن تيمية وتلميذ ابن تيمية ابن القيم لأنه توالت ردود الأفعال ما بين مكفر ما بين مفسق ما بين يعني راد الكلام ابن تيمية وابن القيم وبين مؤيد ومناصر وتوالت أيضا المؤلفات بعد ذلك وكثرت يعني ممكن قبل مرحلة ابن تيمية لا نعلم أن هناك كتابا مفردا في هذه المسألة لكن بعد ابن تيمية وبعد ابن القيم هنا تأتي الكتب المفردة والمستقلة حول هذه المسألة ومناقشة هذه المسألة وما بين مؤيد لابن تيمية وتلميذه ومعارض لهما بين مكفر لهما ومضلل لهما وهكذا ومن الخطأ العلمي والمنهجي أن تبحث هذه المسألة من عند ابن تيمية وتلميذه ابن القيم هذا من الخطأ المنهجي والعلمي ومن عدم الأمانة وهذا الذي سعى إليه خصوم ابن تيمية أنهم حاولوا إسناد هذه المسألة إلى ابن تيمية خصيصا من أجل تشويه ابن تيمية بها فبتروا كل ما كان قبل ابن تيمية وكأنهم ابتدأوا من عند ابن تيمية الحديث فيسندوا هذه المسألة إليه ويناقشوها من خلاله ثم ينقضوا عليه بها فهذا من الخطأ العلمي والمنهجي وإنما المسلك العلمي الصحيح أن تأتي على جذور هذه المسألة ما قبل ابن تيمية فتأتي بها وتجمع كلام العلماء حولها ومذاهب الفرق حول هذه المسألة ثم تنتقل إلى مرحلة ابن تيمية ثم مرحلة ابن القيم وهما لا بد أن تفرق بين مرحلة ابن تيمية ومرحلة ابن القيم لأن هناك تفاوت في المذهب بينهما وأيضا تفاوت في النتاج حول هذه المسألة ثم تأتي لمراحل رجع الصدى أو ردود الأفعال التي حدثت على مدار التاريخ الإسلامي بعد مرحلة ابن تيمية وابن القيم هنا سنتحدث ابتداء عن المرحلة الأولى وهي مرحلة ما قبل ابن تيمية حول مسألة فناء النار ماذا كان هناك في الشرعيات والتراث الإسلامي والتراث الفكري والمذاهب العقدية حول هذه المسألة قبل ابن تيمية أولا الموجود عندنا عشرات النصوص القرآنية والنصوص النبوية تحكي لنا الوعيد الأخروي وأن الله عز وجل أعدى للكافرين نارا وقودها الناس والحجارة فجاءت النصوص المتوالية والآيات الكثيرة تحكي عن العقاب الأخروي وأدخلت هذه المسألة كجزء من أجزاء ركن من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان باليوم الآخر فجعل من جزء من أركان الإيمان وهو الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن هناك جنة وأن هناك نار وأن الله عز وجل أعدى الجنة للمتقين وأعدى النار للكافرين وهناك نار العصاء أيضا ويتفرع على ذلك مذاهب كثيرة شتى حول هذه القضايا ومذاهب الخوارج في العصاء أو الأصحاب الكبير أو نحو ذلك وهذا كله ليس مبحثنا أو نقاشنا الآن فهناك الأدلة الكثيرة في القرآن والسنة من ينظر فيها لأول وهلة يفهم من خلالها أن الله أعدى جنة فهي موجودة وأنها دائمة البقاء وأن العذاب فيها دائم وأنها لا تفنى وأن الله أعدى نارا هي موجودة الآن وأنها باقية لا تفنى هذا من حيث الظواهر والنظر الأولى لأول وهلة في النصوص أو الذي يفهم أو ينظر في القرآن بنظرة عادية بسيطة جدا فيجد هذا مركوز يجد هذا مركوزا في آيات القرآن الكريم الكثيرة والمتضافرة وكذلك في كثير من النصوص النبوية من الذين جمعوا النصوص القرآنية وذكروها يعني جمعوا جميع النصوص القرآنية التي تحدثت عن بقاء النار السبكي وغيره فالسبكي له كتاب وهذا سيأتي معنا في المرحلة الرابعة بعد مرحلة تشييد هذه المسألة عند ابن القيم سيأتي أن للسبكي كتاب اسمه الاعتبار ببقاء الجنة والنار لكن نأتي الآن إلى مسألة هو ذكر أو جمع نصوص القرآنية التي تذكر بقاء النار وتأتي بلفظ الخلد فيها أو لفظ التأبيد ثم بعد أن ذكرها وسردها تباعا قال فهذه أربع وثلاثون آية فيها لفظ الخلود وما اشتق منه الخلد الخلود التقليد وهكذا مثل قول الله تعالى مثلا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيه فكان من أكبر مستمسكات الذين اتجهوا الوجه الشرعية في القول ببقاء النار هذه النصوص الكثيرة والأدلة الكثيرة من القرآن مع هاتين اللفظتين تحديدا في هذه النصوص وهي لفظة الخلد أو التخليد أو الخلود ولفظة التأبيد فهذا الذي فعله هنا السبكي أنه جمع جميع النصوص هذه وجمعها قبله كثير منهم من جمع نصوصا كثيرا منها كأب منصور أو كأبي منصور الماتريدي والإمام أحمد جمع أثناء رده على الجهمية كثير من هذه النصوص فجمعها وسردها السبكي ثم قال فهذه 34 مسألة آية 34 آية فيها لفظ الخلود وما اشتق منه أربع منها مع التأبيد طبعا محقق ومصحح كتاب الاعتبار للسبكي استدرك عليه هنا أن الآيات التي ذكرها ليست 34 وإنما 33 فربما سقطت آية من بعض النسخ أو ربما هو أخطأ في عدها السبكي ثم استدرك عليه أيضا بزيادة ثلاث آيات وهذا كله ربما لا يفيد كثيرا في المبحث الأمر الثاني أنه استدرك عليه أيضا في الأربع آيات التي هي على التأبيد أو جاء معها لفظ التأبيد وأن المذكورة فقط ثلاث آيات سردها هنا فقال قول الله تعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقة إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا فقرن الخلد بالتأبيد وقال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا فقرن الخلد أيضا بالتأبيد وقال تعالى إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا فهذه ثلاث آيات وليست أربعا كما قال السكي عموما إذا كانت آية أو كانت اثنتين أو ثلاثا أو أربعا لا يختلف الأمر كثيرا لأن هذه ليست من المحال التي ممكن أن يتعاضض بها النصوص أو يزيد المعنى قوة أو نحو ذلك فلو كانت آية واحدة فقط لكفت في المعنى الذي وراء الآية تحليل هذه النصوص والكلام عليها سيأتي في المراحل القادمة وتحليل لفظ التخليد هذا كيف فهمه العلماء وما هو معناه وما هو وضعه اللغوي كذلك لفظة التأبيد وهذه محتملة أم هي نص أم ظاهر أم أنها فيها إجمال أو أنها ممكن أن تحتمل على بعد هذا كله سيأتي لكن هذا هو الشكل الأولي لهذه المسألة عندنا نصوص كثيرة في القرآن الكريم جاءت على هذه الطريقة وعيد أهل النار أو الكفار بنار خالدين فيها وتقترم بلفظ التخليد الخلود وتقترم أيضا بالتأبيد مع التخليد فالذي ينظر لأول وهلة يقول فماذا بعد ذلك يعني إذا كان الأمر كذلك ففيما نبحث نعم يأتي البحث ومدخلية البحث من أشياء الأمر الأول أنه جاءت آيات في القرآن الكريم أيضا تحمل في طياتها أشياء مشكلة مثل الاستثناء في هذا التخليد أو التأبيد أو في العذاب مثل قول الله تعالى مثلا وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها فذكر أن عذابهم النار وأنه خالدين فيها فذكر التخليد لكنه أيضا استثناء فقال إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم هنا تؤطر هذه المسألة عند الباحث عندما يتعرض لها لابد أن يحل هذا الإشكال وهذا تعرض له الكثير من المفسرين والعلماء أكثرهم يعني لم يأخذوا منها المعنى هذا الذي نبحثه وإنما منهم من أول منهم من جعل هذا الاستثناء متعلق بالعصاء أو أصحاب الكبير أو نحو ذلك وسأتي الكلام في هذه المذاهب لكن هذا مدخل من مداخل هذه المسألة من ناحية الشرعية جاءت أيضا بعض الآيات مثل قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فأنا عندي هنا لفظ ما دامت السماوات يعني مدة دوام السماوات والأرض وهذا وقت منقطع ليس دائم ثم أيضا أطر في هذا وزاد فيه فقال إلا ما شاء ربك فجاء أيضا بالاستثناء جاء أيضا في بعض الآيات مثل قول الله تعالى لابثين فيها أحقاب والأحقاب هي مدد لها أزمان بحسب تفسير العلماء فهنا الذي ينظر في هذه الآيات تباعا مرة ورمرة تبدأ تتغير عنده الوجهة التي كان أخذها عن ظواهر الآيات السابقة أو أنه على الأقل لابد أن يجيب عن هذه الإشكالات لكنها تفتح الباب ابتداء أن هناك آيات تتحدث عن الاستثناء عن انقطاع العذاب أو أنها مدد معينة أحقابا هذا كان يعني مدخل من مداخل النظر في هذه المسألة ثم يأتي إلى مدخل آخر وهو الذي سلكه أهل الشرعي في النظر في هذه المسألة لأنه عندنا في هذه المسألة قديما خرج عندنا مسلكان المسلك الأول هو مسلك المتشرعة أو الذين كان موردهم والذي استقوا منه هو مورد شرعي فهم نظروا في المسألة من الجانب الشرعي وهناك مسلك أيضا ظهر هو مسلك كلامي فلسفي ونظري عقلي وليس شرعي أصحاب المسلك الشرعي الذين تحدثوا في هذه المسألة الذين جاءت عنهم الآثار الذين وردت عنهم الأقوال حول هذه المسألة قديما كان كل نقاشهم حول المسألة نقاشا شرعيا وكان سبب أنهم دخلوا في هذه المسألة أو بحثوها أصلا أن هناك نصوصا شرعية تتحدث عن المسألة إما بالاستثناء إما بانقطاع العذاب إما بأن هذا العذاب يعني محدود بمدة هناك أثر عن صحابة أثر عن تابعين تفسير لبعض الصحابة والتابعين لهذه الآيات فكان نظرهم ومسلكهم نظرا ومسلكا شرعيا محضا وهذا الذي دخل من خلاله في الأساس كما سيأتي معنا ابن القيم وابن تيميل لكن هناك مسلك آخر ظهر وهو المسلك الفلسفي الكلامي الذي سنأتي أيضا للحديث عنه ما قبل ابن تيميل من ذلك مثلا هذه الآثار طبعا ذكرنا بعض الاستثناءات فهذه مداخل من الآيات للنظر حول المسألة ثم يأتي نصوص عن بعض الصحابة والتابعين من ذلك قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس إن هذه الآية التي وردت معنا إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم إن هذه الآية تقضي أنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ولا ينزلهم جنة ولا نارا يعني حتى الكفار لأنه يعتقد هنا ابن عباس أن هذه الآية تقضي على كل نصوص الوعيد كما سيأتي جاء كذلك عن بعض السلف منه ابن عباس أنه فسر الأحقاب في قول الله تعالى لابثين فيها أحقاب قال سنين الأحقاب سنين وعن أبي صالح السمان عن أبي هريرة قال لابثين فيها أحقاب قال الحقب ثمانون سنة والسنة ثلاثمائة وستون يوما واليوم كألف سنة مهما طالت هنا يحكي طول هذه المدة جدا السنة ثلاثمائة وستون يوما اليوم ألف سنة واليوم منها كالدنيا كلها كل هذا حتى وإن طال جدا لكنه في النهاية إلى منتهى قال ابن أبي حاتم وروي عن عبد الله بن عمر بن العاص وهلال الهجري والضحاك وذكوان والحسن وسعيد وقتادة وعمر بن ميمون أنهم قالوا الحقب أو الحقب ثمانون سنة وعن هشام وعن الحسن البصري أنه سئل عن قوله تعالى بثنا فيها أحقاب قال الله أعلم بالأحقاب فليس فيها إلا عدد إلا الخلود ولكنه بلغنا أن الحقب الواحد سبعون ألف سنة كل يوم من تلك الأيام كألف سنة مما تعدون هنا الآن يذهب هؤلاء السلف جميعا إلى تحديد مدة معينة للحقب وكذلك عن هشام وعن الحسن قال الأحقاب لا يدري أحد ما هي ولكن الحقب الواحد سبعون ألف سنة اليوم منها كألف سنة مما تعدون إلى آخره قال ابن أبي حاتم ذكر عن جعفر بن سليمان علي الجريري قال سمعت أبا نظر يقول ينتهي القرآن كله إلى هذه الآية إن ربك فعال لما يريد وهذا هو الذي ذهب إليه جمع منه ابن عباس أن هذه الآية تقضي على نصوص الوعيد كلها إن ربك فعال لما يريد وقد روى حرب الكرماني وأبو بكر البيهقي عن أبي سعير الخضري وعن قتادة في قوله فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال الله أعلم بتثنيته على ما وقعت يعني هذه المشيئة التي علق الله عز وجل عليها الحكم وهذا الاستثناء يقول الله أعلم بتثنيته على ما وقعت يعني على ماذا تقع وروى الطبري عن يونس أخبرنا ابن وهب أخبرنا ابن زيد في قوله قال دين فيها إلا ما شاء ربك فقرأ حتى بلغ عطاء غير مجدود فقال ماذا فأخبرنا الذي شاء لأهل الجنة أن لهم عطاء غير مجدود طيب الذي لأهل النار فقال عطاء غير مجدود ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار وعن السد إلا ما شاء ربك إن هذه الآية يوم نازلت كانوا يطمعون في الخروج يعني أهل النار أو الكفار وقال تعالى في قوله تعالى خالدين فيها أبدا ذكر البغوي عن عبد الرحمن بن زيد قال قد أخبرنا الله بالذي يشاء لأهل الجنة ولم يخبرنا بالذي يشاء لأهل النار وروا علماء السنة والحديث في ذلك آثارا كثيرة عن الصحابة والتابعين مثل حرب الكرماني وأبو بكر البيهاك وأبو جعفر الطبر وعبد بن حميد وغيرهم روا كثيرا من الآثار والأقوال عن الصحابة وعن التابعين وعن السلف حول مسألة تحديد المدة حول مسألة تعيين الأحقاب حول مسألة أن لها نهاية من ذلك مثلا في المسند للطبراني ذكر فيه أنه ينبت فيها الجرجير أن النار يأتي عليها يوم ينتهي منها نارها وحميمها وأنه ينبت فيها الجرجير وحينئذ فيحتج على فنأهب الكتاب والسنة وأقوال الصحابة وكذلك ما رواه حرب والبيهاقي قال حرب الكرماني سألته إسحاقة عن قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال أتت هذه الآية على كل وعيدة في القرآن فيعتبرون كأن هذه الآية نسخت ما ذكر أو بيّنت ما ذكر من آيات ظاهرها التقليد والتأبيد وأن هذا الظاهر ليس نصا وإنما هو ظاهر له احتمالية وهذا كان مبينا لهذا الاحتمال فكأنها بيّنت ووضحت ما المقصود من هذه الاستثناءات أو عينت المقصود بالتقليد والتأبيد قال إصحاق حدثنا عبيد الله بن معاد حدثنا معتمر بن سليمان قال لي حدثنا أبو ندرة عن جابر أو أبو سعيد أو بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه الآية تأتي على القرآن كله وهذا مر وعد ابن عباس هذه الآية تأتي على القرآن كله يعني تأتي على كل وعد في القرآن قال المعتمر قال أبي عنى كل وعيد في القرآن ورواه أبو جعفر بن جريل الطبر في تفسيره عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد قال هذه الآية تأتي على القرآن كله هذه نصوص متعددة عن جمع من الصحابة من التابعين من السلف أن هذه الآية وما جاء فيها من استثناء وختم الآية بقول الله تعالى فعال لما يريد يأتي على القرآن وعلى وعيد القرآن كله قال ابن جريل حدثت عن ابن المسيب عما ذكره عن ابن عباس خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال استثنى الله عز وجل قال يأمر النار أن تأكله وهنا يذهب ابن عباس إلى فناء النار بل إلى فناء أهلها وأنها تأكل أصحابه أو أهله وقال ابن مسعود لا يأتين على جهنم زمان تخفق أبوابها ليس فيها أحد تخفق أبوابها يعني صرت فريغا ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبسون فيها أحقابا وهذه الأحقاب المذكورة في القرآن وقال أيضا حدثنا محمد بن حميد الرازي حدثنا جريل عن بيانة عن الشعب قال جهنم أسرع الدارين عمرانا أو عمرانا وأسرع هما خرابا فإنها تعمر سريعا لأن أهل النار يدخلون فيها سريعا حتى بعض الكفار قيل أنهم أصلا لا يمرون على الصراط بل يدخلون إلى النار مباشرة والصراط هذا الذي يعبره يدخل الجنة فالذي يعني يسقط في الطريق أيضا سيدخل النقبل الذين يصلوا إلى الجنة فقال أسرع الدارين عمرانا وأسرع هما خرابا يعني انتهاءا وخرابا وهنا التفضيل ليس على بابه لا يقال أنه إذا كانت أسرعها خرابا فإن الجنة أيضا ستخرب هنا أفعال التفضيل ليس على بابه وربما يأتي الكلام في هذا وقال حرب الكرماني عن إسحاق حدثنا عبيد الله حدثنا شعب عن أبي بلج سمع عمر بن ميمون يحدث عن عبد الله بن عمر قال لا يأتين على جهنم يوم تصفق فيها أبوابها ليس فيها أحد وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاب قال إسحاق حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعب عن أبي زرع عن أبي هرير قال أما الذي أقول إنه سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد وقرأ وأما الذين شقوا ففي النار الآن نحن أمام ماذا نحن أمام جمهرة من الآيات بدأت تفتح لنا مدخل وبابا للنقاش أريد هنا أن أستقطع شيء يا أخوة لا يظن أحد الآن أنني أرجح قولا أو أنني أريد ترسيخ قول معين أنا فقط الآن أريد عرض المسألة وجذور المسألة ومن الذي قال بها وما أسباب أنهم تحدثوا في هذه المسألة واختلفوا حولها الآن لا نتحدث في مسألة ميلان أو ترجيح حول المسألة سيأتي هذا ربما في الآخر وربما لا يأتي نحن الآن نناقش المسألة ونحاول نعرض جهة نظر أصحاب هذه المسألة والذين تحدثوا فيها لماذا تحدثوا فيها لأن بعض الناس عندما تنظر لظواهر النصوص التي ذكرت في البداية يقول من هذا الذي يكفر بكتاب الله عز وجل ويتحدث في مسألة قطعها القرآن لا ليس الأمر هكذا هنا كان هناك مدخل لأهل الشرع كان على الأقل جاذبا لهم لأن ينظروا في المسألة حتى وانقطعوا بالبقاء لكنهم سينظروا من خلال هذه النصوص نصوص الاستثناء نصوص التعليق على المشيئة والإرادة نصوص التعيين في أحقاب معينة نصوص جاءت عن بعض السلف من الصحابة من التابعين من الأئمة والعلماء تحدثوا عن انتهاء لمدة النار أو العذاب وأنها تفرغ من أصحابها في النهاية أو نحو ذلك ما الذي سيأتي إلى الإمام أو المطلع أو الذي يبحث في علوم الشريع عندما يستجمع هذه النصوص كلها أمام عينه وتبدأ شيئا فشيئا تؤطر في عقليته وفكره وتفكيره وتأخذ حيزا منه مع الوقت هذا الذي نحى بابن تيمية أن يعيد هذه المسألة إلى البحث الشرعي مرة ثانية ومن أجل أن يظهرها مرة ثانية بعد أن كادت أن تدرس أو تندرس وتفنى وتنتهي هذا هو كان الأسباب أصحاب الوجهة الشرعية والمسلق الشرعي كان هذا هو مدخلهم من حيث النصوص الآيات من حيث الأدلة المحتملة من حيث النصوص عن الصحابة والتابعين والسلف هؤلاء هم أصحاب المذهب أو المسلق الشرعي الذي جعلهم ينظرون في هذه المسألة لكن ظهر عندنا مسلك آخر قديم أيضا هو مسلك فلسفي كلامي وكان مبعث دخول هذه المسألة عندهم والمحرك لهم ليس هذه النصوص ليس هذه المتعارضات في الظواهر الشرعية ليس النصوص والأئمة والصحابة والتابعين لا وإنما كان نظرهم كلاميا فلسفيا محضا عقليا لم ينظروا من حيث الوجه الشرعية بل حكموا على النصوص الشرعية بالأدلة التي يعتبرونها عقلية أصحاب هذا المذهب أو هذا المنهج نأتي إلى كتاب الفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي يحكي عندما ذكر أقوال أبي الهذيل العلاف وهو أحد كبار أئمة المعتزلة المعتزلة والمعتزلة ليس كلهم يقول بفناء النار لكن كثير منهم يقولوا بهذا وكان أشهر الذين ذهبوا إلى هذا القول هو أبو الهذيل العلاف قال عبد القاهر البغدادي فمن فضائح أبي الهذيل قوله بفناء مقدورات الله حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرا على شيء هذا مبعثه قضية عقلية فلسفية عندهم أن مقدورات الله والمخلوقات والحوادث المتابعة هذه لا بد أن تنتهي إلى لا شيء في النهاية ولا بد أن يكون لها نهاية لأنه يعتبر أن التسلسل في المستقبل لا بد له من نهاية كالتسلسل في الماضي مع أن جماهير أهل العلم يبيحون ويجيزون عقلا وشرعا التسلسل في المستقبل وسيأتي عند الحديث عن مسألة القدم النوع عند ابن تيمية أن هناك من ذهب إلى التسلسل في الماضي أيضا لكن هذه مسألة أخرى فقال قولوه بفناء مقدورات الله عز وجل حتى لا يكون بعد فناء مقدوراته قادرا على شيء ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار يثنيان ينتهيان ويبقى حينئذ أهل الجنة وأهل النار خامدين فهنا الآن يعمم الحكم في الجنة والنار بل يعمم الحكم في مقدورات الله بحيث أن الله خلاص لم يعد قادرا على شيء وهذا كفر يعني كفروه بذلك ولا يقدر الله عز وجل في تلك الحال على إحياء الميت ولا إماتة حي ولا على تحريك ساكن ولا تسكين متحرك ولا على إحداث شيء ولا على إفناء شيء مع صحة عقول الأحياء في ذلك الوقت وقوله في هذا سنأتي الآن أن هنا فريق كبير من المعتذر قالوا بهذا وأيضا معهم فريق كبير من الجهمية على رأسهم رأس الجهمية الجهم من صفوان وقوله في هذا الباب شر من قول من قال بفناء الجنة والنار كما ذهب إليه جهم لأنه الآن جمع مع قول جهم قولا آخر شر منه وهو القول بأن الله لم يعد قادرا على فعل شيء لا تحريك ساكن ولا تسكين متحرك وهذا كفر بواح كما ذهب إليه جهم لأن جهما وإن قال بفنائهما فقد قال بأن الله عز وجل قادر بعد فنائهما على أن يخلق أمثالهما وأبو الهذيل يزعم أن ربه لا يقدر بعد فناء مخدراته على شيء وقد شنع المعروف منهم بالمرضار على أبي الهذيل في هذه المسألة إلى آخره فهنا ذهب أبو الهذيل ذهب وجمع من الجهمية والمعتذلة إلى القول وأيضا بعض الشيعة سيأتي هذا إلى القول بفناء المحدثات منها الجنة والنار فهم الآن يعممون في المحدثات وأن هذه المحدثات لا بد أن يكون لها نهاية كما لها بداية وإلا كانت آلهة واستدل على قدمها هكذا عندهم وهذا هو يعني منزعهم في المسألة ولذلك أنا أردت أن أفرق بين الفريق الشرعي الذي بحث في المسألة وكان بحثه ومسلكه شرعيا محضا وبين الذين سلكوا في المسألة ونظروها من حيث النظر التلسفي الكلام المحض لأننا لا بد أن نفرق بين هذين فالذي يسلك المسألة الشرعي وهو من أهل الاجتهاد فهو على كل حال إذا كان فعلا من أهل الاجتهاد ومجتهد وكانت منازعه وموارده شرعية فهو لا بد أنه معذور بل مأجور على اجتهاده والذي يسلك يعني هذا الأول وإن أخطأ وإن أخطأ فإنه معذور ومأجور أما الذي يسلك المسألة الكلام الفلسفي في البحث العقدي والشرعي فإنه مأجور غير مأجور وربما يكفر بهذا وإن أصاب بقوله القول الحق والصور وهذا أمر لا بد أن ننبه عليه ونقف عنده ونفرق بين الفريقين فأصحاب هذا المسألة كان منزعهم ومواردهم كلها منازع عقلية فلسفية ليست شرعية ولم ينظروا في هذه الاستثناءات فبدأوا يبحثوا المسألة بل هم نظروا في الدليل العقلي فحكموا به على الشرع وهذه هي طريقة الفلسفة والمتكلمين جميعا أنهم يحكمون أو يعني يعتقدون أولا من حيث الأدلة العقلية ثم يحكمون هذه القضايا العقلية على الشرع قال ابن تيمية لا خلاف أنه أول من قال بفناء الجنة والنار يقصد جاء الجهم النصفوان طبعا هنا يتكلم عن قوله بفناء الجنة والنار جميعا ليس فقط في النار هذا فارق بين المسألة الحيث الذين يبحثون في المسألة الشرعية وبين قول الجهم وأبي الهزيل وأيضا لعل كثيرا من النصوص التي جاءت عن ابن تيمية وهذا سيأتي في مراحل ابن تيمية كثيرا من النصوص التي تأتي عن ابن تيمية حول اعتراضها على الجهم أو غيره ممن قال بفناء الجنة والنار لعل ذلك قبل أن يميل أو أن يبحث هذه المسألة في أخريات حياته لأن ابن تيمية في أخريات حياته انكشفت له كثير من الأدلة والنصوص والآثار حول هذه المسألة جعلته يعيد النظر فيه فقال يا خلاف أنه أول من قال بفناء الجنة والنار وأرجع مقالته بنفي الجنة والنار إلى ماذا؟ إلى شبه عقلية فقال يعني الجن لأصله الذي اعتقوا وهو امتناع وجود ما يتناهى من الحوادث فهذا يعني مثل عقلي فلسفي كلامي محق أن امتناع وجود ما يتناهى من الحوادث أو عفوا لعلها ما لا يتناهى من الحوادث يعني لعله في خطأ هنا يمتنع عندهم أن توجد محدثات إلى ما لا نهاية فيمنعون التسلسل في الحوادث في المستقبل كما يمنعونه في الماضي وذكر عبد القاهر البغدادي من مقالات أبل هزيل العلف كما سبق معنا قال لا خلاف أنه أول من قال بفناء الجنة والنار قال ولأجل هذا زعم أن نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النر يفنيان ويبقى حينئذ أهل الجنة وأهل النر خامدين لا يقدرون على شيء ثم قال ابن تيمية كما ذهب إليه جهم لأن جهما وإن قال بفنائهما فقد قال بأن الله قادر بعد فنائهما على أن يخلق أمثالهما وهذا كلام عبد القاهر البغدادي الإمام أحمد بن حنبل أيضا يحكي هذا عن الجهمية في رده على الجهمية فقال زعموا أن الله هو قبل الخلق فصدقوا وقالوا يكون الآخر بعد الخلق بناء على ماذا؟ على القاعدة العقلية أنه كما كان قبل حدوث المخلوقات فلابد أن يكون بعد انتهائها وفنائها وأنه يمتنع حوادث إلى مال نهاية يمتنع وجود حوادث إلى مال نهاية فكما أن لها أولا لابد أن يكون لها آخرا وقالوا يكون الآخر بعد الخلق فلا يبقى شيء ولا أرض ولا جنة ولا نار ولذلك قلت هذا أشرت إليه منذ قليل أنهم يذهبون ليس فقط في الجنة والنار هم يذهبون أن كل شيء حتى العرش سيفن فيذهبون إلى أن مقدورات الله والمحدثات لابد أن يأتي عليها وقت فتفنى وأنها لا تخلد ولا تؤبد على الدوام لابد أن يأتي لها وقت تفنى فيه نعم قال ابن تيمية جماهير التسلسل في المستقبل جائز عند جماهير المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل فإن نعيم الجنة وعذب النار دائما وطبعا لعل هذا أيضا من ابن تيمية في القديم وأنا أشير إلى هذا مرارا حتى تفهم ما الذي استجد عن ابن تيمية ولماذا أعاد النظر والبحث فيها لأن بعض الناس عندما تبحث في هذه المسألة يذهب إلى قول ابن تيمية مثلا في مجموع الفتاوى أو في أي كتاب من كتبه معرضا عن المراحل التاريخية عند ابن تيمية يقول هذا هو ابن تيمية يقول بأن النار باقية وأن عذاب أهلها باقي فلماذا يحكى عنه ولماذا هؤلاء العلماء جميعا يحكون عنه وليس عن ابن القيب أنه يقول بفناء النار لابد أن تفهم أن ابن تيمية قال كثيرا ببقاء النار قبل في مقدمات حياته أو ربما في أغلب عمره لكن في نهايات حياة ابن تيمية استجد له أشياء حتى أن لما وصل إلى أيديهم وإلى يد ابن القيم تفسير عبد بن حميد ووجد فيه أثار كثيرة عن السلف في انتهاء عذاب أهل النار وأن النار تفنى وأنها ينبت فيها الجرجير ونحو ذلك استشكله جدا ابن القيم وأرسل به إلى ابن تيمية في السجن وأوصل الذي يأتي بهذا الكتاب إليه يعني وضع له علامة على هذا الموضع وقال أنه يستشكله فيريد من ابن تيمية أن يحل له هذا الإشكال هذه المسألة كانت تبحث في عقلية ابن تيمية مرارا على فترات عمره وتتجمع عنده الأدلة والنقاشات شيئا فشيئا كلما اطلع ومن الواضح أنه في أخريات حياته ظهرت له أشياء لم تظهر له في أغلب حياته ولذلك كثير من النصوص التي تأتي في مجموعة الفتاوى أو في كثير من كتبه لا تظن أن هذه قاضية في هذه المسألة عند ابن تيمية فتحكي أنه قاطع وأنه قائل ببقاء النار ونحو ذلك لا الأمر ليس هكذا ولذلك الأمر يحتاج إلى بحث عميق في مراحل ابن تيمية حول هذه المسألة ومن المشكلات الكبيرة في كتب ابن تيمية التي جمعت هكذا جزافا أنها لم تراعي التمرحل عند ابن تيمية التاريخي في التأليف وهذا له كلام في موضعه وقال ابن تيمية التسلسل في المستقبل جائز عند جباهل المسلمين وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل فإن نعيم الجنة وعذاب النار دائما مع تجدد الحوادث فيهما وإنما أنكر ذلك الجهب نصفان فزعم أن الجنة والنار يفنيان وأبو الهزيل العلاف زعم أن حركات أهل الجنة والنار تنقطع ويبقون في سكون دائم وذلك أنهم لما اعتقدوا أن التسلسل في الحوادث ممتنع في الماضي والمستقبل قالوا بهذا القول يعني الآن من شاء هؤلاء ومن زع هؤلاء جميعا هو من زع فلسفي عقلي كلامي ولذلك هم على كفر وضلال وإن أصابوا بقولهم الحق لأنهم دخلوا هؤلاء يا إخوة يعني يتنكبون إلى الشريعة أنت الآن عندما يأتيك الوحي من جهة الرسول فتعرض عنه وتعطيه ظهرك ثم تبحث عن عقيدتك بعقلك وبالطريقة الفلسفية المشائية الكلامية وتطلق الشريعة ثم تأتي إلى الشريعة لتحاكمها إلى هذا الاعتقاد ماذا فعلت أنت أنت كفرت بالله العظيم أنت جئت بدين جديد ولذلك هذا هو الخطأ الكبير الذي هو عند جميع المتكلمين ليس فقط المعتزلة والجهمية بل والأشعرة بل والماتوردية جميع الطوائف والفرق الكلامية وقعت هذا الأمر على تفاوت بينهم في المراتب وفي المقالات لأنه في النهاية سيحكم على كل طائفة بحسب المقالات بل على كل فرض بحسب مقالاته وأقواله لأن حتى الطائفة الوحيدة ربما يقول بعضها بقول يكفر به وبعضهم لا يقول به وهذا له مبحثه أيضا قال ابن تيمي أيضا هذا قاله جهم لأصله الذي اعتقده وهو امتنع وجود ما يتناهى من الحوادث كما بصت الكلام عليها في غير هذا الموضوع وهو عمدة أهل الكلام الذين استدلوا على حدوث الأجسام يعني هذه الطريقة الكلامية هي أيضا التي استدل بها أهل الكلام على حدوث الأجسام ولذلك دليل الحدوث عند المتكلمين دليل ضعيف جدا وجعلوا ذلك عمدتهم في حدوث العالم فرأى الجهم أن ما يمنع من وجود ما لا يتناهى يمنعه في المستقبل كما يمنعه في الماضي يعني أعتبر أن هذا لازم لهم كما أنك تمنع في الماضي حوادث لا أول لها فلابد أن تمنعه في المستقبل ولابد أن يتناهى وينتهي الحوادث في المستقبل هذا هو منزعهم الآن تبين لنا أولا عندي نصوص قرآنية ظواهرها كما سبق الحديث عنه وفيها يتضمنها استشكالات تقدر تقول كلام حول نظر لابد أن يدخل نظر شرعي لابد أن يدخل حول حل هذه الاستشكالات حول النصوص التي تستثني تحدد تفاسير لبعض السلف من الصحابة والعلماء والتابعين حول هذه النصوص التي فيها الاستثناء بل بعضهم ذهب أنها تقضي على غيرها مما هو ليس فيه استثناء وهؤلاء أصحاب المنزع والفكر أو النظر الشرعي حول المسألة والذين تحدثوا في هذه المسألة بحث شرع فقط يعني لم يدخلوا فيه النظر العقلي الكلامي الفلسفي وعندنا مسلك آخر ذهب فيه من ذهب من أصحاب الفلسفة والكلام إلى القول بفناء الجنة والنار بل فنأكل المحدثات بما فيها العرش والكرسي وغير ذلك وأنها لابد أن تفنى في المستقبل كما أن لها أولا في الماضي هذان مسلكان قبل ابن تيمية يتحدثان في مسألة النار وبقاء النار أو فنائها ولكل منهم منازعه الخاصة به ولا بد أن نفرق بين المذهبين والكلامين طيب هل هناك أيضا من ذكر هذه المسألة وتعرضها تعرض لها الكثير من المفسري الطبري القرطبي ربما أبو السعود كذلك تعرض لها طبعا الذين ذكروا الآثار كعبد بن حبيد وغير ذلك تعرضوا لهذه المسألة وكذلك ابن عطية في تفسيره لكن أغلب الذين تعرضوا لها تعرضوا لها تعرضا سريعا وتعرضا أيضا يعني ليس فيه كثير من الكلام أو ليس فيه نقاش حول المسألة كثيرا بل هم مباشرة يعرضون القول على أنه قول لأهل الضلال وأنه مدفور ويؤولون ما جاء فيه حتى منهم من يذكر مثلا أثرا عن بعض الصحابة أو التبعين حول المسألة فناء النار أو خراب النار أو أنها تبقى لا فيها أحد أو نحو ذلك يؤوله إلى مثلا أن هذا مقصود به طبقة العصاء أو نحو ذلك وهكذا ويعرض عن المسألة ويمشي وخلاص كما فعل ابن عطية كما فعل القرطبي وغير هؤلاء ذكر عن الغزالي في المقصد الأسنى عند كلامه عن اسم الله الرحمن والرحيم أنه تحدث أو أشار إلى هذه المسألة أنا قرأت كلام الغزالي في المقصد الأسنى حول هذه المسألة أو في هذا الموضع نعم هو أشار إلى شيء وقال أن فيه تأمل وأن ما فيه شر محض ونحو ذلك لعله يشير أو يلمح إلى هذه المسألة لكنه ليس واضحا أيضا يعني ليس واضح عند الغزالي هذا المنزع لكن الذي ناقش هذه المسألة أيضا قبل ابن تيمية وربما زاد أو طال فيها شيئا ما هو الرازي في تفسيره لكن قبل أن نأتي إلى الرازي في تفسيره نأتي إلى إجماع ذكره أيضا ابن حزم أيضا في مرحلة ما قبل ابن تيمية عشان تتفهم كيف يعني عندما نأتي إلى مرحلة ابن تيمية والمعاصرين لابن تيمية وردود الأفعال والذين كفروا نحو ذلك تفهم جميع الأطر أو تقرأ الصورة كاملة ما قبل ابن تيمية كيف هم وصلت إليهم المعاصرين لابن تيمية وكيف قرؤوها فتتفهم ما هي ردود الأفعال أو لماذا جاءت هذه الردود من الأفعال من هؤلاء فالذي كان يشتهر عند علماء الشرع هذا الإجماع لابن حزم في مراتب الإجماع قال في مراتب الإجماع وأن النار حق وأنها دار عذاب لا تفنى ولا يفنى أهلها بلا نهاية وقال في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل اتفقت فرط الأمة كلها على أنه لا فناء للجنة ولا للنعيمها ولا للنار ولا لعذابها إلا الجهم بن سطوان وأبا الهزيل العلاف وقوما من الروافض فإنه يحكي أيضا عن الروافض فأما جهم فقال إن الجنة والنار يفنى ويفنى أهلهما وقال أبو الهزيل إن الجنة والنار لا يفنى ولا يفنى أهلها إلا أن حركاتهم هي التي تفنى ويبقون بمنزلة الجماد لا يتحرقون وقال الطائفة من الروافض إن أهل الجنة يخرجون من الجنة وكذلك أهل النار من النار إلى حيث شاء الله هذا كلام ابن حزم فهنا ربما اكتملت عندنا النظرة الشرعية عند علماء المسلمين قبل ابن تيمية وكذلك الذين نحوا أو ذهبوا إلى المسلك الكلامي الفلسفي قبل ابن تيمية حول هذه المسألة ويبقى عندنا شيء واحد وهو الكلام حول تفسير الرازي في هذه المسألة ونقاشه لها وأنه أيضا ممن ذكرها وتحدث عنها الرازي في تفسيره مفاتح الغيب تفسير الكبير في الصفحة 64 المجلد الثامن عشر ماذا قال؟ عند قول الله تعالى خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك قال فيه مسألتان المسألة الأولى هذا هو الذي فيها الكلام كله للرازي المسألة الأولى قال قوم إن عذاب الكفار منقطع ولا نهاية ولها نهاية عذاب الكفار منقطع ولها أي للنار نهاية واحتج من القرآن والمعقول أما القرآن فآيات منها هذه الآية التي معنا خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك منها هذه الآية والاستدلال بها من وجهين الوجه الأول أنه تعالى قال ما دامت السماوات والأرض وهذا مدة دوام يعني لها مدة محددة الوجه الثاني الاستثناء إلا ما شاء ربك استثناء من مدة العقاب وقذلك الآية الثانية قول الله تعالى لبيثين فيها أحقابا والحقب له مدة معينة أو محددة أو له زمن معين وأما العقل بدأ يناقش أيضا الأدلة العقلية على المسألة قال فوجهان الأدلة العقلية وجهان الأول أن معصية الكافر متناهية وهذا سيؤسس له كثيرا ابن القيم عند حديثه عن المسألة أن الكفار عذابهم أو كفرهم ومعاصيهم لها حدود هي متناهية فلابد أن يكون العقاب متناهيا مطابقا أو مناسبا لهذه المعاصي حتى لا يقع ظلم في فعل الله وهذا مدخل تنزيه أو ادعاء للتنزيه وهو مدخل كلامي هذا مدخل كلامي فلسفي ولكن عندما تحدث فيه ابن تيمية أو ابن القيم كان يعني شيء من جبر الأدلة أو من حشد الأدلة ليس هو المنزع الأساسي عندهم وسنأتي الكلام عن هذا ليس هذا المنزع الأساسي عندهم وإنما هذا هو المنزع الأساسي عند أهل الكلام أو الفلسفة الذين تعرضوا لهذه المسألة فقال معصية الكافر متناهية ومقابلة الجرم المتناهي بعقاب لا نهاية له ظلم ولا يجوز الثاني أن ذلك العقاب ضرر خالي عن النفع وهذه الإشارة التي أشار إليها الغزال في المقصد الأسنى أن ذلك العقاب ضرر خالي عن النفع فيكون قبيحا لأن الآن عندما يتعرض لمسألة أن الله يخلق شر فأكثر الذين يجيبون لماذا يخلق الله شرا يقولون أن خلف هذا الشر هناك نفع طيب إذا كان شرا محضا مثل هنا هذا شر محض للكفار لأنه عذبهم إذا قلنا أنه دائم لا ينقطع في العذاب يعني لن يطهروا في يوم من الأيام ولم يحصل لهم نفع في المستقبل فهذا شر محض يعتبر على تنظير هؤلاء أو تقعيد هؤلاء فيكون قبيحا بيان خلوه عن النفع أن ذلك النفع لا يرجع إلى الله لكونه متعالينا عن النفع والضرر ولا إلى ذلك المعاقب لأنه لن يتطهر به ولن ينفعه في المستقبل لأن أهل الجنة مشغولون بلذاتهم فلا فئد لهم في الالتزاز بالعذاب الدائم ثم في حق غيرهم فثبت أن ذلك العذاب ضرر خالي عن جميع جهات النفع فهذا هو الوجه الثاني عند الذين ذهبوا المدى بالعقلي قال وأما الجمهور الأعظم من الأمة اتفقوا على أن عذاب الكافر دائم وعند هذا احتاجوا إلى الجواب فلابد أن ترمى أنك ستقول بدوام النار ودوام عذاب أهلها لابد أن تجيب عن استشكالات الآيات القرآنية استشكالات المسائل العقلية التي استشكل بها أهل الكرام وكذلك عن النصوص الوردة عن السلف حول هذه القضية لابد أن تبحثها وهذا الذي فعله ابن تيمين في آخر حياتي أنه بحث المسألة أما قوله فهنا ما هو جواب جمهور الأمة عن هذه الآيات فقد اتفقوا على أن عذاب الكافر دائم وعند هذا احتاجوا إلى الجواب عن التمسك بهذه الآية أما قوله خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض فذكروا عنه جوابين الأول قالوا المرات سماوات الآخرة وأرضه قالوا والدليل على أن في الآخرة سماء وأرضا قوله تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء وأيضا لابد لأهل الآخرة مما يقلهم يعني يقولون ما دامت السماوات والأرض ليست السماء والأرض الدنيا التي تفنى وإنما سماء وأرض الآخرة التي لا تفنى فيقول أيضا هم لا يفنون هذا جواب لبعض أهل السنة أو جمهور الأمة الذين أجابوا عن هذه الآية الوجه الثاني في الجواب قالوا أن العرب يعبرون عن الدوام والأبد بقولهم ما دامت السماوات والأرض يعني هذا تعبير وأسلوب عربي يراد به التأبيد مثل قولهم مثلا ما اختلف الليل والنهار وما طم البحر وما أقام الجبل لكن لهم لا يقصدون المعنى التحديدي أو المدة التحديدية وإنما يقصدون الدوام وأنه تعالى خاطب العرب على عرفهم في كلامهم فلما ذكروا هذه الأشياء بناء على اعتقادهم أنها باقية أبد الآباد علمنا أن هذه الألفاظ بحسب عرفهم تفيد الآباد أيضا فكأنه يعني مثل وأسلوب عربي يضرب ويراد به التأبيد لا يراد به المد ثم ناقش هذا أيضا واعترض عليه وناقشه واعلم أن الجواب الحق عندي ثم ذهب هو إلى جواب خاص به واعلم أن الجواب الحق عندي في هذا الباب شيء هو ذهب إليه هنا الآن من حيث الدليل العقلي المنطقي ذهب إليه كدليل منطقي فقال وهو أن المعهود من الآية أنه متى كانت السماوات الأرض دائمتي كان كونهم في النار باقيا فهذا يقتضي أن كلما حصل الشرط حصل المشروط ولا يقتضي أنه إذا عدم الشرط يعدم المشروط ألا ترى أنه نقول إن كان هذا إنسانا فهو حيوان فإن قلنا لكنه إنسان فإنه ينتج أنه حيوان أما إذا قلنا لكنه ليس بإنسان يعني معنى هذا ماذا أن الله يقول لك هم باقون في النار ما دمت السماوات الأرض طيب إذا انتهت هذه المدة مدة بقاء السماوات الأرض سكت عن هذا لم يقل لك سنخرجهم أو سيبقون ثم جاءت أدلة خارجية قالت لك سيبقون هذا ملخص ما يذهب إليه الرازي هنا قال وأما الشبهة الثانية وهي التمسك بقوله تعالى إلا ما شاء ربك وهو الاستثناء في الآية أجيب عنه أيضا بأنواع من الأجوبة الوجه الأول وهو الذي ذكراه ابن القطيبة وابن الأنبال والفراء قالوا هذا استثناء استثناء الله ولا يفعله يعني استثناء لكن الله لم يشأ هذا ثم ذكر وجها أيضا ثانيا في الرد ووجها ثالثا حول هذا الاستثناء ووجها رابعا فقائم منها مثلا أن الاستثناء يرجع إلى قوله لهم فيها زفير وشهيق منها أيضا في الجواب أن يحمل هذا الاستثناء على أهل العذاب لا يكونون أبدا في النار بل ينقلون إلى البرد والزمهرير وغير ذلك ومنها أيضا أن هذا خاص بطبقة الموحدين وهذا يعني جواب المعروف عن دي السلف أيضا أنهم أجابوا بهذا الجواب ثم بعد ذكر هذه الأوجه جميعا يعقب عليها الرازي بقوله أما حمل كلمة إلا على سوى فهو عدول على الظاهر على من قال أنه ما دمت السماوات والأرض سوى ما شاء ربك يعني مدة دوام السماوات والأرض غير الأوقات الأخرى التي يشاءها الله وهي إلى ما لا نهاية هذا أيضا أحد الأجوبة فيقول هذا عدول عن الظاهر وأما حمل الاستثناء على حال عمر الدنيا والبرزخ والموقف فبعيد أيضا لأن الاستثناء وقع عن الخلود في النار إلى آخره وأما قوله الاستثناء عائد إلى الزفير والشهيق فهذا أيضا ترق لظاهر يعني ضعف جميع الأجوبة التي أجاب بها من سبقوه فلم يبقى للآية محمل صحيح إلا هذا الذي ذكرناه وأما قوله المراد من الاستثناء نقلوا من النار إلى الزمهرير فنقول لو كان الأمر كذلك لواجب أن لا يحصل العذب بالزمهرير إلا بعد انقضاء مدة السماوات والأرض والأكبر الصحية دلت على أن النقل من النار إلى الزمهرير يحصل كل يوم هنا لعله يرجح الوجه السادس هذا قال هذا الاستثناء يفيد إخراج أهل التوحيد من النار لأن قوله أما الذين شقوا في النار يفيد أن جملة الأشقياء محكوم عليهم بهذا الحكم ثم قال إلا ما شاء ربك يوجب أن لا يبقى ذلك الحكم على ذلك المجموع ويكفي في زوال حكم الخلود عن المجموع زواله عن بعضهم فواجب أن لا يبقى حكم الخلود لبعض الأشقياء ولما ثبت أن الخلود واجب للكفار واجب أن يقال الذين زال حكم الخلود عنهم هم في الصاق أهل الصلاة وهذا كلام قوي في هذا الباب يعني لعله يرجح أن هذا يذهب إلى طبقة العصاة أو أن الآيات التي تتحدث عن الاستثناء أو عن انتهاء مدة العذاب أو نحو ذلك أنها خاصة بأهل التوحيد الذين يدخلون النار من أهل الكبائر ثم يخرجون منها هنا الآن هذا عرض مجمل لجميع ما وصلت إليه يديا حول ما كان قبل ابن تيمية في مسألة فناء النار سواء عند الذين ذهبوا إلى المسلك الشرعي أو الذين ذهبوا إلى المسلك الفكري الكلامي الفلسفي الآن مع مراحل ابن تيمية العمرية وساعة الطراع ابن تيمية وأنه وصل في قراءته إلى كثير مما لم يصل إليه أهل حصره وبدأت مع مراحل عمره يعني بدأ يقع نظره على كثير من هذا ويستجمع عنده وهذا لم يكن مجموعة عنده غالب أهل عصري إن لم يكن كل أهل عصري مع كل هذا بدأ الأمر يعني يحرك أشياء عند ابن تيمية ثم هذا التحريك الفكري عند ابن تيمية بدأ يؤطر أيضا عند ابن القيم وينقل من ابن تيمية إلى ابن القيم إلى أخريات حياة ابن تيمية التي أقدم ووضح أنه كان يهاب الحديث كثيرا حول هذه المسألة في حياته لكنه في آخر حياته أقدم إلى الحديث عنها وأفرض فيها مسألة سنأتي في المرة القادمة إلى مرحلة ابن تيمية ومن الذي توصل إليه ابن تيمية في هذه المسألة ومرحلة ابن تيمية أو الكلام على فناء النار عند ابن تيمية ثم نأتي إلى ما بعد ذلك من مراحل والحمد لله رب العالمين ترجمة نانسي قنقر